أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيب بن راشد الزياني أن القمة العربية الثالثة وثلاثين تعقد في ظل ظروف سياسية وأمنية بالغة الدقة والحساسية وفي كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أضاف الزياني أن البحرين تقدمت بعدد من المبادرات لاعتمادها من القادة العرب ومن بينها الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القادية الفلسطينية وانطلاقا من مسؤولياتنا الجسيمة يحدون الأمل في أن تمثل هذه القمة مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك المبني على روابط أخوية تاريخية ووحدة الهدف والمصير ومبادئ التضامن والتعاون والاحترام المتبادل والأمن الجماعي والإيمان بأن قوتنا في وحدتنا واعتزازنا بقيمنا وهويتنا الثقافية والحضارية وقدراتنا على التوظيف الأمثل لمواردنا البشرية والطبيعية بما يلبي تطلعات شعوبنا والأجيال المقبلة في التنمية المستدامة والعيش بحرية وأمان وكرامة ولقد أكدت مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلال الملك المعظم حرصها الدائم على إعلاء قواعد القانون الدولي وإرساء مبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ودعمها لمواصلة التعاون والتنسيق العربي لحماية مصالح الأمة وأمنها واستقرارها وتقدمها الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة التحديد